أعزائي المتعلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصة المراجعة والتي سنخصصها بحول الله لمكوني الجغرافية حيث سنتناول موضوع مشكل الماء وظاهرة تسحور في العالم العربي وذلك في إطار الاستعداد لامتحان الجهة والموحد بحول الله نستهيل حصتنا هذه كما عودناكم أعزائي المتعلمين بالمحاور الأساسية لهذه الوحدة الدراسية المحور الأول سنخصصه لوصف مظاهر مشكل الماء والعوامل المفسرة له بالعالم العربي المحور الثاني سنخصصه لوصف مظاهر مشكل تسحور والعوامل المفسرة له أيضا في العالم العربي والمحور الأخير سنبرز من خلاله المجهودات المبدولة لمواجهة مشكل الماء واتساع نطاق تسحور بالعالم العربي على هذا الأساس فالوطن العربي أو العالم العربي واجه في الوقت الحالي تحديين كبيرين أولا نقص الموارد المائية وهو ما يسمى بمشكلة الخصاص المائية أو العجز المائي وثانيا توسع نطاق التصحر على هذا الأساس يمكننا أن نطرح الأسئلة الأتية أولا ما مظاهر مشكلة الماء وظاهرة التصحر بالعالم العربي وما العوامل المفسرة لهم ثانيا ما المجهودات المبدولة لمواجهة ما والحذ من آثارهما إذن نشرع في دراسة المحور الأول من خلال وصف مظاهر مشكلة الماء والعوامل المفسرة لهم بالعالم العربي إذن فمشكلة الماء يتخذ أبعادا مختلفة ومظاهرة عديدة لكن أولا يجب أن نبدأ ببعض المعطاية الأساسية فالعالم العربي يغطي نحو 10.2% من مساحة العالم ويحتضن بالمقابل حوالي 5% من سكان العالم إلا أن موارده المائية تبقى محدودة جدا ولا تتجاوز 0.5% من إجمال المياه المتجددة في العالم لذلك نجد أن هناك نوعا من العجز أو التكافؤ بين مساحة العالم العربي ورصيده السكان من جهة والمياه المتاحة من جهة ثانية وبالتالي فالمشكلة يتفاقم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك ارتفاع الطلب على الماء حاليا وحتى في المستقبل المنظور المظهر الثاني إذن فكمية المياه المتاحة في العالم العربي لا تتجاوز 273 مليار متر مكعب سنويا لكنها تتسم بتوزيع غير متكافئ بين الأقاليم الجغرافية العربية فبعض المناطق لها فائض في المياه كبلدان وادي النيل وبلاد الرافدين بالمقابل فمناطق أخرى تعاني من عجز كبير خصوصا دول شبل الجزيرة العربية أحيانا نجد أنه داخل المنطقة الجغرافية الواحدة هناك تفاوت كبير بين كمية المياه المتاحة بين بلدان منطقة جغرافية واحدة على هذا الأساس لا يتجاوز نصيب الفرد العربي من الماء 500 متر مكعب سنويا وهي حصة دون المعدل العالمي لو هو تقريبا ألف متر مكعب سنويا هناك مشكل آخر ومظهر آخر لمشكل الماء في العالم العربي وهو أن بعض الدول العربية تتقاسم مياه المتاحة مع بلدان أخرى لذلك فمن المحتمل ومن المرجح أن تندلع حروب مستقبلية بسبب تقاسم المياه في منطقة الشرق الأوسط على الخصوص نشير هنا إلى مشكل تقاسم مياه وادي النيل بين دول المنبع ودول المصب كذلك الأمر بالنسبة لذجلة والفراص وكذلك حوض نهر الأردن إذن ما هي العوامل المفسرة لمشكل الماء أو للخصاص المائي في العالم العربي إذن هناك مجموعة من العوامل بعضها طبيعي والآخر بشري إذن فأولا نميز الظروف الطبيعية غير الملائمة من قبيل انتشار الصحاري الحارة وقحولة المناخ وتعاقب سنوات الجفاف إضافة إلى شحي التساقطات وسوء توزيعها جغرافيا وزمنيا كذلك هناك عامل آخر وهو التزايد الديمغرافي حيث يتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلى حوالي 463 مليون نسمة بحلول 2025 وبالتالي فهناك ارتفاع الطلب على الماء في ظل كذلك تغير حتى العادات الاستهلاكية المواطن العربي أيضا هناك ارتفاع الطلب على الماء من طرف مختلف مستعملين الفلاحة بالدرجة الأولى كذلك الصناعة وغيرها من القطاعات الاستهلاك المنزلي ثم لابد أن نشير إلى عامل آخر أو عاملين آخرين وهما التطور الاقتصادي والنمو الحضري نمر بعدها إلى المحور الثاني أعزائي المتعلمين حيث سنتناول مظاهر التصحر هذه المرة والعوامل المفسرة له بالعالم العربي إذن مظاهر التصحر بالعالم العربي أولا ارتفاع نسبة أو مساحة الأراضي المتصحرة أصلا والتي تبلغ حوالي 9.7 مليون كيلومتر مربع وهي تعادل 68% من المساحة الإجمالية للدول العربية إذن 68% من مساحة الدول العربية أو من مساحة العالم العربي هي في الأصل أراضي متصحرة دون أن ننسى طبعا الأراضي المهددة بالتصحر كذلك تحولت أراضي واسعة في أطراف السحراء الإفريقية الكبرى إلى أراضي متصحرة بمعنى أن هناك تقدم لجبهة التصحر لأسباب سنتطرق إليها في القريب إن شاء الله ثم كذلك كمثال تقدم جبهة التصحر في السودان بمئة كيلومتر سنويا دون أن ننسى نضوب العيون والأنهار والآبار والترمل وهي عبارة عن مظاهر للتصحر ثم كذلك تزايد حدة الجفاف وتظهور الحياة النباتية والحيوانية بشكل نعم إذن ما هي العوامل المسؤولة أو المفسرة للتصحر بالوطن العربي نميز هنا بين العوامل الطبيعية والبشرية إذن فطبيعيا نشير هنا إلى دور التغيرات المناخية لشنجمون كليماتيك وتواتر سنوات الجفاف ثم التعري المائية والريحية مما يتسبب في انجراف التربة وإفقادها مكوناتها العضوية والمعدنية ثم هناك عوامل البشرية مؤثرة جدا وهي تتجلع الخصوص في اجتيثات الغطاء النباتي والرعي الجائر الإفراط في استعمال مبيدات والأسمدة الكيموية تعميم زراعة المحصول الواحد لسنوات متتالية وهذا يؤدي إلى إنهاك التربة ثم الإفراط في ري الأراضي الزراعية وهو ما يؤدي إلى غسل التربة المحور الثالث والأخير سنبرز فيه المجهودات المبدولة لمواجهة مشكل الماء وظاهرة تصحر بالعرام العربي نبدأ أولاً بالمجهودات المبدولة لمواجهة مشكل الماء طبعاً دول العربية كل حسب إمكانياته المالية والتقنية حاول أن يطوق ويحد من مشكل الخصص المائي وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير منها مثلاً إنشاء محطة تحلية مياه البحر خصوصاً في دول الخليج العربي ولكن أيضاً حتى في بلدان مثلاً شمال إفريقيا خصوصاً المغرب تشيد السدود الكبرى أو ما يسمى بنهج سياسة السدود الكبرى مثل السد العالي بمصر وسد الوحدة بالمغرب أيضاً إنشاء النهر الصناعي بليبيا من خلال طبعاً استغلال مياه الفرشة الجوفية الموجودة في قلب الصحراء الليبية ثم نقل هذه المياه عن طريق طبعاً نبيب تحت أرضية صوبة المناطق الساحلية طبعاً هنا أنابيب ضخمة جداً تقوم بنقل هذه المياه من جوف الصحراء الليبية إلى المناطق الساحلية خصوصاً المراكز الحضرية الكبرى كبنغازي وطرابلوس أيضاً استخدام تقنيات ري مقتصدة للمياه بالنسبة للمجهودات المبدولة لمكافحة الصحر في العالم العربي هناك طبعاً تدابير تقنية اقتصادية واجتماعية فتقنياً تم إعداد مشروع الحزام الأخضر في مناطق متعددة من العالم العربي كشمال إفريقي على وجه التحديد أيضاً القيام بعملية تشجير لجديد الغابة والتثبيت الميكانيكي للرمال المتحركة وحماية التربة من التعرية أيضاً بناء الحواجز الترابية لمكافحة التذرية الريحية والعمل بالطورة الزراعية لتفادي إنهاك التربة على المستوى الاقتصادي طبعاً الاستغلال معقلان للأراضي ومد قنوات الري وحفر الآبار في المناطق الجافة لتفادي التأثيرات المتوقعة للتصحر على المستوى الاجتماعي طبعاً هنا المشاريع والبرامج تهديف بالأساس إلى تحسين الأوضاع الاقتصادي والاجتماعي للسكان في المناطق المعنية بالتصحر وإشاعة الوعي وروح المسؤولية والتحسيس بخطر التصحر إذن كخاتمة أعزائي المتعلمين تتطلب مواجهة مشكل الماء أي الخصاص المائي وانتشار التصحر تكثيف الجهود وتنصيقها بين مختلف الدول العربية لأن هذين المشكلين لا يعني فقط دولة واحدة وإنما جل الدول العربية وبتلف لابد من تنصيق المجهودات بين مختلف الأقطار العربية لكي تكون هذه الإجراءات أكثر فاعلية لكن نتساءل أيضا ما هي باقي الأخطار الطبيعية وكذلك الصناعية التي تواجه العالم العربي لأنها مشكلة الماء وتصحر وطبعا مشكلان من ضمن مشاكل كثيرة وأخطار كثيرة تتهدد العالم العربي إذن ختاما أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى أن تكون الحصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه وإن كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات يمكن أن تتركوها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حينها إن شاء الله أتمنى لكم أيضا التوفيق في استعداداتكم من امتحان الجهة الموحد وألقاكم في حصة قادمة بحول الله ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته